منتوج قياسي قدر بـ 63 ألف قنطار حققته منطقة أولاد حملة وعين مليلة في ميدان إنتاج البضاطة الموسمية العمال يسابقون الزمن كل يوم ومنذ ساعات الفجر الأولى لإيصال الطلبيات إلى مختلف ولاية الوطن كين تاويكا المطريا كين كلش المكين المكين شبعا جاء أخذ مطراب ونحن في الوحن نحاول سورة تابقى انتياز ونصيبه هذه خير من هذه تخدم روحك وأرضك ودفع الانتاج نحن على مستوى لاتم الباقي تم غيرها 290.5 هكتار منها 221.5 هكتار موجهة للاستهلاك لنا على مستوى منطقة أولاد حملة لدينا 239 هكتار منها 177 هكتار موجهة للاستهلاك تستقطب هذه الأراضي الفلاحية كل عام المزيد من الفلاحين من خارج الولاية فلماذا أم البواقي قبله وما هي الظروف المحفزة نحن جينا من الزاير جينا هنا لولاة حملة استثمرنا هنا فيولاة حملة والحمد لله أنا خدامين هنا كي الموحيد سيقي تسمى الماء عاونتنا هذه البراسة كفيها الماء هذا وقد انطلقت عملية غراسة بذور البطاطا ما بعد الموسمية التوقعات مشجعة مما يبشر بتراجع سعرها في السوق ومال احتياطي المخازن من خلال جنيه هذا المحصول راح تكون يعني توفر هذه المادة على مستوى الاسواق ومما يساعد في الخفاظ الاسعار وتسهيل استهلاك هذه المادة من طرف المواطن باسعار معقولة ان شاء الله للشريح البطاطا ما بعد الموسمية نترقب يعني الهدف المسطرة هو 170 هكتار على مستوى لاتهم الباقي دعم الدولة ومرافقة المصالح الفلاحية للمستثمرين من خلال انشاء محيطات السقي والتموين بالاسمدة وقنوات السقي والقروض من عدمة الفائدة من شأنه احداث الطفرة النوعية في الانتاج الفلاحي